إلى شانية صحية الآن حيث تم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بيداء البحمرون وسط تلميذ ابتدائية درعطين بمروانة في وليتي باتنا وجدير بيت ذكر أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال ثلاث أيام الماضية تضاف إلى أربعة حالات وفيات أخرى خلال الأسبوع الماضية بيداء البحمرون وللإشارة فقد وصل عدد الإصابات إلى 500 حالة إصابة بيداء البحمرون عبر كامل تراب ولاية باتنا وسط حالة رعب كبيرة للمواطنين خصوصا في ظل الانتشار السريع لأداء